بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وبرهانه القويم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون نعزي مولانا الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء والمراجع لظام والأمة الإسلامية بذكرى حلول محرم للحرام استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه وذكرى انتصار الدم على السيف طبعا هناك رواية وردت عن مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه قال إذا هل هل هلال محرم نشرت الملائكة قميص بين السماء والأرض مخرق بالسيوف ملطخ بالدماء نراه نحن وشيعتنا في البصيرة لا في البصر هذه الليلة الأولى أولا أقسام الموت الموت على أقسام متعددة موت على فراش وموت جنائي مرة الإنسان يجني على نفسه مرة يجني على غيره وموت اخترامي يعني الفيضانات الزلازل غيرها وموت الوباء في وقتنا هذا طبعا الوباء يسبب موت كثير والموت الخامس هو الشهادة في سبيل الله أولا الموت على فراش طبعا ورد عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لألف ضربة بالسيف ولا ميتة على فراش يعني يقصد الجهاد والجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه كما ورد عن مولانا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغ الموت الثاني هو الموت الجنائي الموت الجنائي في وقتنا هذا مر الإنسان يجني على نفسه بعضهم بعيد عن الصلاة بعيد عن الله سبحانه وتعالى شوف يتناول جميع المنكرات يفعل جميع المنكرات وآخر شي ينتحر يشنق نفسه مثلا أو يحرق نفسه كما في وقتنا هذا وهذا جنائي على النفس هذا قليل قلة هذا موت جنائي الموت الجنائي الثاني الموت الجنائي الثاني هو الجان على غيره كما في وقتنا هذا القتل اللي هو مستمر يوم اسمع لك فلان قتل فلان قتل فلان قتل اللي هو المصالح الدنيوية الدنيا ولا شنو هذا يقتل على شنو يعني يدرى أنه باتر وراء قبر حتى إذا جاء أحدهم من موته قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركتك قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فهذا يطلب دنيا أنا أذكر رواية في وقت عيسى سلام الله عليه وعلى نبينا وآله أنه مشوا ثلاثة أشخاص وجدوا ثلاثة قطاع من الذهب ثلاث طابقات من الذهب فوقف وقف عيسى سلام الله عليه على تلك الطابقات وقف وقال لهم ذكرهم قال إن هذا المال يقتل صاحبه هذا الأموال الآن حكومة التي تتكالب على الدنيا وماذا وراء قبر وراء قيام وراء حشر وراء نشر وراء صراط مهم فقال لهم هذا المال يقتل صاحبه عيسى عليه السلام كان يحيي الموت زين قال إني أخبركم يعني كما يصرح القرآن الكريم في سورة آل عمران زين بخصوص عيسى عليه السلام أنه كيف يحيي الموت فأشاهد الكلام أخبرهم أن هذا المال يقتل صاحبه مشوا مسافة رجع الأول قال يا عيسى يا روح الله أنا عندي حاجة ارجع رجعي من الطابقات مشوا مسافة وإذا الثاني قال يا روح الله أنا عندي أيضا حاجة فجلس عند صاحبه يمن الطابقات إلى جانب الطابق الذهب مشوا مسافة ثالث قال له يا روح الله أنا عندي هم حاجة قعدوا الثين اتفقوا يقتلون واحد ويأخذون الذهب هذا وعيسى عليه السلام أبلغهم أن هذا المال يقتل صاحبه فجلسوا فرجع عيسى كلهم ماتوا وعيسى عليه السلام أخبرهم للدنيا الناس الموجودين في الحكومة أيضا والفيضانات يالله القتل كثر هذا اللي يقتل زوجته هاي الزوجة اللي تقتل زوجه هذا اللي يقتل أطفاله هذا مشكل فالله سبحانه وتعالى يراد يذكرنا بهذا الأمر يعني فيروس لا يرى بالعين وهو ميت يعني لا يعني لا يكون حي إلا أن يكون في الجسم زيان عجزة كل الدول كل العجزة عن هذا الأمر زيان هذا أيضا نوع من أنواع البلاء يعني الموت والموت الخامس هو أشرف الموت وهو الشهادة في سبيل الله كما صرحنا كما يصرح القرآن الكريم في الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الشهادة سميت الشهادة لأن يشهده الله سبحانه وتعالى يشهد الموت والملائكة زيان هاي الشهادة في سبيل الله عن طريق النبي وعن طريق الإيمان المعصوم وعن طريق الفقيه الجامع للشرائط في عصرنا هذا الجهاد الكفائي شهادة الموت يعني وهو أشرف الموت في سبيل الله نسأل الله أن يرزقنا الشهادة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر